بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشر لثورة الخامس والعشرين من يناير وفي برقيته قال مدبولي إنه ينتهز المناسبة ليذكر بكل فخر واعتزاز الجهود المخلصة التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي في دفع عجلة التنمية والبناء لتشهد مصرنا الغالية نهضة تنموية غير مسبوقة في مختلف المجالات معربا عن أمله في أن يعيد الله هذه المناسبة على الرئيس عبدالفتاح السيسي بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى شعب مصر الكريم بالتقدم والرقي والازدهار كما بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة إلى وزير الداخلية محمود توفيق بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وفي برقيته أعرب مدبولي عن أخلص التاني وأصدق التمنيات لوزير الداخلية وهيئة الشرطة من ضباط وجنود بهذه المناسبة التاريخية المهمة مضيفا أن تلك المناسبة ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري العظيم بأبنائه من رجال الشرطة البواسل الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقرارها